سيت أم أحمد يعني بسي بقى عشان أنا إيه زعلت منك يعني في سؤالك ليك حقك تزعلي من عم تزوجك إنها يعني تفتري عليك الأمر وتجيب ما شايخ ويقولولها مين لك أي كلام كلام فاضي نتهم الناس كده بالغيب ونرمي الناس بما لا يجوز بس أنا ملاحظة حاجة الدخول الزيادة الدخول الزيادة في الناس وفي القرابة بيعمل مشاكل دايما يبقى فيه يعني احترام للخصوصيات حتى لو الناس دي بتجيبنا وتقول لنا تعالوا وعودوا عندنا ما أقولش أعود عندهم بالأيام وإحنا قاعدين نايمين أكلين شاربين عندهم أنا ما بقولش الناس ما تبقاش مع بعض بس عادة الحاجات دي بتعمل مشاكل فيبقى الإنسان عاقل مش طول النهر الليل قاعد عندهم وتديني مفتاح البيت وناخده ولا تأمني ولا تديني مفتاح البيت هي مسؤولة عن حاجاتها ليه أنا أتحمل يحصل حاجة زي كده فتحصل مشكلة كبيرة زي دي العقل زينة للإنسان فمن الأول معاها ومع غيرها ومع كل الناس الحلوين قبل الوحشين يبقى فيه الحدود الشوية دي بتخلي إنه كل واحد إيه عارف حدوده فما يتعداش حدوده معي وأنا النهار دا ما قاجي اتهم إنسان بارتكاب شيء الأمر في مثل هذه الأمور بيخضع للبينات والدلائل مش مشايخ طبعا دول دول دجالين ولا يعتمد على شيء من ذلك ولو كان هو دا شيخ بمعنى كلمة شيخ يعني ما درجت عليه هذه اللفظة في مجتمعنا هيبقى عارف إنه البينة على من الدعم فين بقى فين الدليل اللي هي بتقول عليه إن انت ختي جابت واحد ينجم تقولك انت ختي فأنا شايفة إنك تتجنب هؤلاء الناس مش بقطع مش أقاطع ولا هو يقطع عمته ولا حاجة وتبطل انت بقى خلط بين الملفات لإنه ما فيش علاقة لزوجك عشان هي عمته هتطلبه يقص المسألة وقفعت أنا شايفة إن انت مزودة الموضوع أكبر من اللازم وطالما إحنا ناس مستورين فمش محتاجين نروح نقعد عند حد حتى لو كانوا قرابة وجزوجك ملوش أي علاقة بالموضوع دا ولا تهدم البيوت لهذا السبب ومتسعيش لخراب بيتك وتهدي البيت علشان الكلام الفاضي دا وعشان إحنا أصلا بنتصرف تصرفات محتاجة تتراجع نفكر نفكر حتى لو مين أنا حروح أقعد عنده في حدود عشان ما فيش حد يتعدى حدوده علي يعني يتحدى حدوده معايا في طريقة التعامل تضيع منه حاجة فيجي يتهمني تحصل مشكلة فيقول أنت السبب ولا يقول بصتلي ولا يقول حسدتني الحدود حلوة مش وحشة والشرع جاء على الأداب الاستئذان عشان نحافظ على الحدود دي نود بعض جميل وبرضو نحافظ على خصوصيات بعض ليه؟ لأنها بتقلل المشاكل ليه؟ لأن إحنا بشر وعشان إحنا بشر نظن ونشك والشيطان قاعد بقى بيلعب ويوسوس ويعمل فكده أنت يستهدي بالله زوجك موضوع الطلاق ده أنت هتبقي بتظلميه وحتقعي في ظلم وحتتعقبي عليه الزواج آية من آيات الله لا تهد بمثل هذه التصرفات لما يحصل شيء أنا أصبر وأشوف إزاي أخرج من الموقف اللي أنا فيه من غير ما هد من غير ما هد أستعن بالله لإيه؟ العلي العظيم ما عجبنيش كلامك أنا يا محمد معلش ياسمين الواحد لازم يكون حقاني أنه ما أخلط ده بده عشان دي عميته قوم أنا معقباب جريرة عميته وقول موضوع واقف على طالع طب وذنبه إيه؟ ما ورح دافع عنك وقال لهم إزاي أنت تظن فيها أنها سرقاني سرق وعامل وقادي كلهم سلطان في العيلة شوية تكلبوا عليه ولا حاجة شكرا